انا من وجهة نظر الشخصية الشيء الاكثر جدارة حتى بالحديث قياسا بيئة المتوسطات السهرية او حتى المستدفات المتواجدة حاليا هو امرا اكثر اهمية وخطور وهي مساءة حجم السيولة المتواجد داخل البورصة خلال الوقت الحالي ادفاعات السوق كان من المفتاد انها تعكس معها في نفس التوقيت زيادة في قيم واحجام الدولات بما يبن استقرار واستمرار معدلات الزيادات السهرية وزيادة في متوسطات النمو المتعلقة بحجم التداول بالاضافة ايضا انها زيادة في العمق الاسمائية وامونة الاسمائية بالنسبة للسوق ولكن ما حدث بالفعل خلال الايام القليلة الماضية ان ادفاعات السوق جاءت ولكن احجام التداول اللي زادت فيه مستويات متوسطة حتى زيال اللحظة لا يمكن الجزم بانها تفعل بمستويات توازي هذا الادفاع القوي اللي احنا بنشاهده الان حتى ان اليوم كان هناك ظاهرة واضحة يمكن خلال الغرسات الخامسة الأخير لكنها تجلب بوضوح شديد خلال جرسة اليوم وان معدلات النمو السعي بالنسبة لي اغلب الشركات المتواجدة داخل البورصة مصرية جاءت فيه معدلات محدودة ولم تكن نموا كبيرا وهو ما يمكن ما حد كثير من فرص المتاجرة من جانب المتعاملين خلال جاست اليوم التحولات اللي بنشاهدها يوميا في القوى الشرائية كانت عمرا ايضا لفتل النظر اليوم لاحظنا لأول مرة منذ فترة طويلة اتجاه بايع من جانب مؤسسات المالية الأجنبية في مقابل نشاط قوي من جانب المتعامل الأفراد الأجانب مع نشاط من جانب الأفراد العرب والمؤسسات المالية المصرية واتجاه بايع جديد من جانب الأفراد المصريين هناك تنقل ملحوظ جدا للسيولة هناك نقص في السيولة الجديدة هناك حتى الآن حالة من حالات الحزر للإستثناء رغم مدفعات المؤشر التي جميعنا بنرحب بها بشكل كبير أستاذ محسن عفوا أنت ذكرت جانب هام جدا أنه اللي يتحرك اليوم بالنسبة للأموال الأجنبية لم تكن تصرفات أفراد وإنما هي مؤسساتية هل هذا كان توقيت متوقع لهم كان في عندهم خطة لأنه نعرف أن الاستثمار المؤسسات الأجنبي عادة يكون عنده خطة طويلة الأمد كنا متوقعين بهذا التوقيت الآن أن يتم التسييل من قبلها باعتقادك حتى منتصف دولات الأسبوع الماضي أو نصف الأول من دولات الأسبوع الماضي كان غلبة واضحة جدا لمؤسسات المالية الأجنبية ولكن تحولات قوة الشرائية بنشهد خلال الجلسات منذ سلساء الماضي وحتى الآن هناك أولا تحول في قوة الشرائية في اتجاه المؤسسات المالية المصرية في اتجاه المتعمين الأفراد المصرين في بعض الجلسات ولكن جلسة اليوم كان هناك اتجاه بايعي المتعمين العرب قواتهم الشرائية أصبحت أقل مما كانت عليه في الفترات الأولى من موجة الصعود اللي كانت بتشهدها مؤشرات البورصة المصرية أمور بتؤكد أن هناك نقص في السيولة المتوسطة تضغط الأجل مع تحول السيولة إلى سيولة قصيرة الأجل النشاط بيأخذ شكل انتقائي واضح جدا خلال هذه الفترة لو حسبنا معدلات تأكز السيولة الموجودة داخل البورصة المصرية أتصور أن الأمر حيكشف عن أمور كثيرة متواجدة خلال الفترة الحالية الكثير بيحاول أنه هو يركز في تحليله أو في رؤيته بالنسبة للسوق على الأوزان النسبية للأسهم القيادية في مؤشرات البورصة هو أمر ليس له علاقة قوية به ما نتحدث عنه الشيء اللي كان أكدر بالحديث هو مسألة تأكز السيولة في عدد محدود من الشركات فكرة أن قيادات السوق هي عدد قليل وهي التي تكتسب الجانب الأكبر من حجم تداول داخل البورصة فهي أمر بيسير بعضا من المكاوف نتيجة أن تأكز السيولة في قطاعات محددة أو في شركات محددة إذا حدث سجاني أرباح لأي سبب ما من الأجل أو صحيح ساري هذا الأمر يترتب عليه أن السوق أيضا يتحرك معه إذا حدث هناك صعود لهذه الشركات التي تكتسب الجانب الأكبر من السيولة فهذا الأمر أيضا يؤثر على السوق هي ليست مسألة أوزان نسبية بمؤشر بقدر ما هي تأكز للسيولة يتجه لأسهم قيادية أو أسهم أخر خلال هذه الفترة نعم طب أستاذ محسن يعني اليوم أيضا نسمع عن مقترح ربما سيتم الإعلان عن موافقة عليه قريبا يتعلق أيضا بالإطار المشط للتداول في السوق عندما نسمع أنه سيسمح بالتداول بألهامش سيسمح بأن تكون لديك تداولة يوم واحد يعني تم تقسيم الأسهم عندكم في السوق لثلاث قوائم هل كأن تشرح لنا ماذا يعني السماح لأسهم الأنشطة المتخصصة بأن تتحرك بضمانات قد تصل إلى مئة بالمئة من قيمة السوقية أولا هو ليس مقترحا هو قرار صدر بالفعل وحيبدأ تطبيقه من 14 من ستنبر القادم الفكرة ببساطة شديدة أن كان هناك خلال الفترة الأخيرة عدب من التعديلات الهيكلية التي تمت داخل السوق يمكن قطاعات كثيرة من المتعملين لم تشعروا بها بشكل عاجل ولكن كان هناك تعديلات هيكلية حدثت أولا في عملية إعادة تقسيم الأسواق الموجودة داخل السوق بالإضافة أيضا إلى العمليات التي كانت متعلقة بضبط نشاط أشراء بالهامش في إطار ألية جديدة النتيجة لذلك كان يجب أن يكون هناك بعضا من المعييات الجديدة لأسهم المسموح بتدولها وفق الشطة المتخصصة اللي هم حاليا بنشاطين فقط والأول هو أشراء بالهامش والآخر هو عمليات الدول في ذات الجلسة أو من يطلق الاسم T-Bless Zero وتوحدهم مع معيية تقسيم الأسواق وده بعد نقاشات كثيرة تمت ما بين إدارة البورصة واجهات أخرى والهاء العامة للقاب مالية اللي قام باعتمدها في النهاية تم تقسيم ذلك إلى قيمتين القيمة الأولى هي فيها 87 سهما دي بيسمح بي التداول عليها في ذات الجلسة والشراء بالهامش ونسبة الضمان عليها 100% 100% كويس نحن حددنا ده وفقاً لخمسة معيير النقطة الأولى هي نسبة رأس المال السوقي لأسهم حور التداول لأجمال لأسهم رأس المال السوقي لأسهم حور الدول في السوق العنصر الثاني متوسط اليوم لعدد شركات استمصالة اللي بتنفذ على الواقع وعنصر الثالث هو متوسط عدد المتعاملين على الواقع المالية يوميا قيمة التداول العنصر قيمة التداول بالإضافة إلى معددات الدورة الشريحة الثانية بتضم فيها حوالي 48 شركة ويسمح فيها بالغاية أن قبولها بضمان حتى 80% ثم الثالثة وهي 102% وليس لن يسمح فيها بتداول بيئة النشطة جميل القانون متشعب مفصل جدا مثلك ومثل محللين وخبراء في السوق سهل عليهم يتعاملوا معه بس أي وسط في السوق بعتقادك سيد محسن سيكون مستهل عليه انتقاء الأسهم ضمن هذه الشراح والتحرك عليها بهذه القوانين أم أنه سيكون هناك سيستم أو نظام آلي إلكتروني بيرفض المعامل إذا لم تستوفي الشروط مثلا الدوران على السهم أو الأسهم الحر يعني أكيد تحتكون صعب لا إدارة البورسة سهلت على كل هذا الموضوع وأعلنت عن القوائم بالفعل وحددت من هي الأسهم وحددت أسماء الأسهم بل مش كده وبس كان فيه سهمين أو شركتين كانوا بينطبق عليهم المعيين الخاصة بمزارة هذه الأنشطة وتم استبعاتهم نتيجة عدم الانتزام بالقواعد الإفصاح بالنسبة إليهم وهذا قرار أتصور أنه كان سابقة أولى من نوعها في الضوابط الجديدة اللي بيطبقها أدارة البورسة عندما يكون هناك سهم غير منطبق على الضوابط الإفصاح فأنه لن يسمح له بالتداول وفق هذه الأنشطة جميل جدا ماذا يمكن أن يشكل ذلك باعتقادك من اجترار للسيولة من جديد إلى السوق إذا ما قلنا أن الحسابات ستبقى مفصولة بين العملاء وبين الشركة الوساطة لا أدري إذا كان التعامل بالهمش في مصر يتبع هذا القوان أن تكون حسابات منفصلة بالتأكيد بشكل كامل وهو أمر بكل بساطة مزيدا من التحريك بالنسبة للسوق زيادة في عدد الأوراق المالية التي يتم تطبيق عليها هذا النظام لكن الأمور الآن هي مجرد عملية ضبط لإقاع التداول سواء بالهامش أو بنظام تيبلا الزيرو داخل البورسة المصرية هي مجرد إجراءات جديدة وهذه قرارات ليس قرارات مقدسة في النهاية إذا رؤية بعد ذلك أن هناك ضرورة لإعادة النظر فيها أو مغير ذلك في مراحل مقبلة فبتأكيد يجب أن يتم إعادة النظر فيها لكن في الوقت الحالي أنا أتصور أن القرارات مقبول بالإطار المالي المتعلق به وهو بالألية التي سوف يتم التطبيق ونشكرك طبعا دائما لأتوضيح الأستاذ محسين عادل العضو المنتدب بشركة بيونيرز للصناديق الاستثمار